تحت رعاية فخامة رئيس عبدالفتاح السيسي ومن حوالي شهرين تقريبا قمة المناخ كوب 27 كوب 27 تبدأ تنطلق فاعليات النسخة التانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويد الامائي واجتماع الوزراء المالية والاقتصاد والبيئة الافرقة بالعاصمة الادارية الجديدة ألف مبروك يا ساد العاصمة بدأت تشتغل العاصمة بدأت تستضيف قمم بدأت تستضيف اجتماعات كبرى بدأت تستضيف أصدقاء وأشقاء وزوار من الدول الأجنبة الله ده احنا كنا الأسبوع ولا من الأسبوعين كنا برضو في العالمين بنستضيف وقمم وأشقاء وموجودين ولقاءات أخوية ما بين الزعماء والقضاء العرب بالمناسبة هو قافلة مين؟ فيش قافلة هتفضل تسير الساروخ المصري هيفضل طول الوقت منطلق ومش هيقف وعزة جلال الله مصر ما هيعطلها حاجة بأمر ربنا أولا وبشغلك طيب النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإمناء الإنمائي مهمة في إيه أقولك مهمة عشان من خلالها الناس دي بتعد تتباحس وتحط مع بعض رؤى وبعدين يشوف الرؤية المنفردة بتاعة كل جهة وكل وزارة وكل دولة وبعدين يشتغلوا على توحيد هذه الرؤى بتاعة قرتنا إفريقيا ده حاجة مهمة جدا إحنا هنا بنتكلم على رؤى متعلقة بالاقتصاد والبيئة أي مصلحة سيادتك هذا المنتدى بيسلت كمان الضوء على الجهد المصري الحقيقي والمخلص في تحقيق تنمية مرتبطة بالعمل المناخي يعني خد بالك الرئيس حتى لما كان بيكلم مع سيادة الفريق مهاب قال له أنا عايز المراكب دي تشتغل بالطاقة المتجددة ده على مراكب أهلين الصيادين وعاوز كمان تشتغلوا في المراين الجديدة بأكتر قدر ممكن من الطاقة النظيفة مصر خدت قرار إنها هتفضل ماشية في الخط ده لحد ما هتجيب آخره ده بجد مش ظهر طيب انت عارف إن إحنا بنصنع عندنا فيما صنعنا المملوكة للدولة ما يطلق عليه سولر بليتس أو الألواح الشمسية وبدأنا فيها من فترة عشان ما نضطرش نستورد طب أنا بعمل كده ليه عشان نغطي احتياج المحلي لا عشان نغطي احتياج المحلي وصدر للدول اللي حوالي مصر واخد القرار بجد وعارف إن ده جزء رئيسي حقيقي في انطلاقها الاقتصادي كمان بنشتغل على إطلاق المنصة الوطنية الاستثمارية للمشروعات الخضراء أنا عايز أفكرك بمؤتمر كان تقريبا مؤتمر صحفي من حوالي شهرين ولا تلاتة الوحب بس عجز بأبيانسة كتير لدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء فاكرين الرخص الذهبية كانت لإيه؟ لتصنيع العربيات الكهربائية لمشروعات الاقتصاد الأخضر لمشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة بين قصين الهايدروجين الأخضر تلات رخص كلهم اسمهم الرخص الذهبية لتتخذ كده يعني بمنتهى البساطة والسهولة واليسر طالما أن الدراسة واضحة مستفيضة مدققة واقعية فيزبل أي ذات جد واقتصادي يبقى مصر واخد الموضوع جد واللهزار جد يصب في مصلحة مين؟ سيادتك ترجمة نانسي قنقر